نتكلم من هما اليومين دولة بدهوا على حزب ان احنا نخشه يعني لحد دلوقتي ما فكرتش ان احنا نخش اي حزب طب انت كاتب يعني محاربة الفساد والوقوف ضد الفساد ايه هام ملفات الفساد اللي عايز تفتحها هو اهم حاجة في الملفات يعني الحاجات اللي واحدة كتن والواق هو اللي هيتكلم يعني انا ممكن مهودة كتاجي واجيب لك وقت كده معنا بس القصة دي مش يعني اعتقد ان بعد 25 مش هتبقى مكانها في الفنزيون عنده وقت ففي جهة تحقيق هي الاكيد اللي هيتحقق في الموضوع ده ولكن احنا عندنا اقتيبة جدا واما يعني لو جينا نفتح من امامها مباراة مباراة مصر و الجزاير مصر و الجزاير اللي في سودان ولا اللي في مصر اللي كانت في مصر يعني دي مهمة جدا ليه دي اول عوامل الفساد اللي لازم صاحب المشكلة دي وصاحب الراجل اللي كان صاحب الخطة اللي اكتعامل دقية اللي توقع بينه وبين الجزاير لازم يوقف فيها اطبعا اه طبعا يعني ده معروفة للجميع الوسط الرياضي اللي كانوا يعني عندهم بعض الاشخاص جوا اللي بيوصلوا لكل حاجة اه اكيد كلهم عام فين معروما دي اه بالضبط يعني احنا لازم نجيب الشخص اللي جيه وجاب الناس المؤجرة اللي اتفق معهم اتفق بلك بس عشان انا قلت هذا الكلام ودفعت ثمن وغالي اول التوقيت انا بس عشان بس تبقى عارف يمكن انا من اكثر الناس اللي عرضى للهجوم على المواقع اه لكن لما قلت هذا الكلام مصر قامت وما عادتش بقيت صفحات اولى اتكتب في شريط الاخبار في التلفزيون المصر للمدة 48 ساعة منع شبير من دخول التلفزيون يقاب برنامج شبير في الازاعة منع تعاقد شبير كنت متعقد مع احدى القنوات منع تعاقد إلغاء تعاقد شبير إلغاء باعد دوري للقناة اللي اخدها اللي هيشتغل فيها احمد شبير ويعني اتحصرت بشكل غير عادي ثم بلاغ للنائب العام ورفع الحصانة عني من مجلس الشعب واستعجال شديد جدا فرفع الحصانة عني من مجلس الشعب عشان اروح البلاغ هناك وناس شهود وقصة وحدوتة لدرجة انه يعني انا اول مرة بقول هذا الكلام جالي تهديد من احد قيادات الامن اللي موجود دلوقتي في السجن الاسف الشديد يعني انا بحبش حد يعني ازا كان مدان يبقى ياخد عقوبته وازا كان بريء ربنا رب يحل عنه جالي تهديد ساعة عشرة ونص صباحا تعمل كذا 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 في التلفزيون يا اما هيحصل فيك كذا وكذا واضطررت ان انا اعمل ده عشان في الناية بس احافظ على اسرتي وحافظ على بيتي لكن انه ساعته بقى بدأ اكتبه اصحابه الجنسير مصرية من احمد شبير لو تتذكر الموضوع فالكلام انت هتقوله ده انا بس بنبدأك عشان هتتحاسب علي بس فضل لا مانعي اي حاجة بوجيها او اي حاجة بقولها انا باتكلم بوئقة وبتكلم بألم وبتكلم بنس عايق بورقة وألم اه طبعا لان اعجاد دي كلها راحت راحت يعني حاجات دي كلها راحت يعني انتوا جبتوا اوراق اه طبعا معنى جبت الاوراق وجبت الناس اللي كانت موجودة وجبت الناس اللي تبلغت تعمل ايه جبت اه طبعا مه لازم يعني خلاص ما انت كل واحد اه طبعا كده يعني مع الكلام ده يعني للأسف شبيد ان في مشكلة كبيرة جدا الناس الرياضين لحد دلوقتي مش فاهمها الصورة اللي حصلت يعني اسبابها كلها وهدفها كلها هو الفساد معادة الرياضة لان دلوقتي الناس في مدان التحليل او كل مطالب الشعب الرياضة بالنسبة لهم اخر شيء بيفكرهم فيه تيجي دلوقتي انا دلوقتي ما باجي اطلع عند المركز عند المجلس قومي الرياضة و بقولي يالله احنا عوزين نحر بالفساد او يالله احنا عندنا مشكلة في الرياضة او فساد في الرياضة وفيه اوراق وفيه مستندات اه الى اوراق و المستندات الانتابة حاجات كثيرة جدا فيه مخالفات مالية كثيرة جدا بقلني في موضوع الجزائر موضوع الجزائر جبت مين بقى و ودّت الكلام ده لسات النايب العين سعيد اه ده ده حصل فيه بلغة ورحل النايب العين اه اللي حصل ان احنا جبنا بعض الشخصيات اللي كانت موجودة اللي اتفق معاها الكاب السامير زهر اللي اتفق معاها وجابها وقعدوا وظبطوا ان منتخب الجزيرة او ما يوصل من المطار يجي بعض الناس يحذف عليه توب وهو اسلا كان كل الموضوع 300 متر من المطار لحد القتال يتحذف عليه توب انت جبتوا أولاد من اللي كانوا حضرين اللي كانوا موجودين وقالوا كلام قالوا الكلام ده قالوا عافل التحر لا ما قالش هناك بس قالوا وكتبنا كل الكلام اللي هم قالوا فجينا يترمي توب على الإزاز وبعد ما يترمي توب يجي الاوتوبيس يوصل فيحصل وعب لمنتخب الجزائي ويبتدي يقلق قبل المباراة ونعمل له شوية حركات كده فللأسف الشديد ان بعض الناس في اتحاد الكورة جوه اتصلوا بالسيد محمد وراء وقالوا انه يحصل واحد اثنين من اتحاد الكورة من جوه ايه ولاجل كان عنده خلفية ومع ذلك لو جبت الشويت ورجعت تاني هتلاقي ان كان فيه تصوير من داخل جوه اوتوبيس منتخب الجزائي اللي كانوا عاملين حسابه من اللي كان فيته بحيتحدف عليهم يعني الناس من داخل اتحاد اللي بلغه روار اللي بلغه وقالوا ان فيه الناس هتعرض لكم وانتو وصلين من المطار لحد الاوتيل ومع ذلك ده اللي حصل وتصوير واللعيب اتعوارض فيه تلاتلعيب اتعوارض ورحو القتيل وشوفنا الموضوع اللي كل اللي حصل ده ومع ذلك جابوا السوا وقالوا اني اقول ان العيبة من ده هى اللى حدف في المطوب وكسبيت ويسخل فيها دلوقتي irm وموجود لوا عدل فائد يجيوا جسال علي التحقيق اللي حصل فيه ايه يعني التحقيق اسبك ان فعلاً اتتبى من بره وله اتبى من ده بس اللي هو عدل فايد وراني ملف كامل اللي التوب من جوه ها وراني ملف وراني بتاع عد كده عد كده يعني انه من جوه وانه الاعتداء وانه هي كالطبطين اللي اتضربوا من بره وانه قصة ان الاعتداء ده مدبر ده قصة غير صحيحة على الاطلاق وملفقة تماما وفيه تحيات موجودة في النيابة للتحيات بتزبط هذا الكلام كلام اللي هويني حامد المنصف ده على مشئوليته لانه دفعت تابعه ده على مسئولية تاني والثلاثة اللي تعواروا كان على يعني جون من جوه برضو ولا من بره في ثلاثة تعواروا واندخل الجزائر وكانوا بوجودين للناس وكانت ده من نازل وكانوا فضلهم خالي اه يعني ده برضو هل هم خبطوا نفسهم من جوه ولا من بره انا بقولها في قلب الزبت يعني انا عاوز اصير لك من الوقتة الاهم في الموضوع ده مش ده الاهم يعني الاهم في القصة دي ايه اللي حصل بعد الموكف ده خسرت شركة قراسكم هناك في الجزائر وقصرت وادهدلت الناس المصريين اللي عايشين هناك خسرت شركة المويل العرب وقصرت وادهدل وكل المصريين هناك وتعرضوا للاعتداء خسر مكادة مصر للتيران اللي قصرت هناك واجهت صورة كل الناس حصل احتكام ما بيننا وبين الشعب الجزائري اه خسر مصر شهرين ثلاثة هم كانوا بيراردونا البوتاجزات ان هم اللي بيامروا المصر بيصدروا لنا البوتاجاز ما استقبلناش شهرين ثلاثة وانا كنت موجود في الحلقة هنا يما كان كان السامير هناك في قطر وبس رسل محمد وراء وصلم عليه وصالحه ومع ذلك قدي الشعب الجزائري دلوقتي يعني اسأل كده اي واحد جاي من ليبيا مع انطري الجزائري قوله بيعمله معاك ازاي بييجي ويقعد وياخد كل الترحيب وكل الاهتمام وبعد كده بيوصله لك هنا يعني معنى ذلك ان الشعب الجزائري ده هو اللي جوصل لنا اولادنا لحد دلوقتي من الجزائري مين اللي كان عامل المشكله دي ومين الرجل المسئول اللي مش عايف ان اتباع الموقف ده ممكن يحصل كده وحصل ان فيه توجيه للاعلام يعني كان توجيه خاطئ للاعلام ان يتوجهه في الموضوع عندي المفتوب انا معايا استاذ حماده شادي كان مسئول على علاقات الخارجية في اتحاد المصر في القدم وتقدم باستقالته مؤخرا وبرضو كان عنوانها قصة الفساد وانه اللي استطيع ان يعمل في ميشل هذا الجوء شاهرة استاذ حماده حماده حبيب ازايك حماده حبيب ازايك حماده بالتأكيد سمع وراتنا وسمع ما يقال واعتقد لا انا متسامع انا شفت دعمية يعني الكلام اللي ما سامه ده ده حاجات انا شفتها دعمية وبس بحب الفت نظرك انا عارف انك انت قلت الكلام دوت من كم شهر وتهددت عشان ترجع في كلامك الكلام اللي حضرتك قلته عبد كده مية في المية مظبوط بل بالعكس بقى ده في حاجات زيادات انت معتهاش احنا ضربنا الاوتوبيس وكانت توب ينزل على الاوتوبيس زي المطر زي المطر لكان شفت ضربة اكتين ثلاثة زي المطر وللعيبة نزلة من الاوتوبيس وهي داخل الفنجو كان فهيها مبسين توب والثلاث لعيبة اللي تعوروا فعلا وكل اللي كان صلبه الاستاذ محمد الوراوة اللي احنا تجنين عليه حد دلوقتي انه كان صلب اعتذار وللأسف الشديد جل اعتذار من اتحاد الكورة برئاس كابتين ثمير ان هم اللي عوروا نفسهم وانهم حطوا كاتشوب على ابنكهم وان الموضوع مش كده انا بس عايز الفة نظر اسعبتك لحاجة بسيطة جدا محمد الوراوة لو طرد إلغاء هذه المباراة ليلة الضرب وهو عنده ثلاثة لعيبة مصابين وولتا زكا موجود وشدات كان رائب المباراة واثباث ان الثلاثة لعيبة دولت اكتشيين ومتعورين انه مرحش التامرين بالليل المصر المغربة ثلاثة اللي محدش يعرق يعني انه هو اثار اني تتلقى بالمباراة واثار من روحة مرن بالثلاثة المصابين يعني عشان سوء النية اللي كانت الناس بيقول عليه محمد الوراوة اللي كانت بيقول عليه انه كذا الضرب يا كبتن شوبير احنا ضربنا كوتيبيس انت مسؤول مسؤولية كاملة عن كل اللي انا بقوله وفي قيادات امنية طلبت رسمي من اتحاد الكورة محدش شاف حاجة والكوتيبيس ما اتضربش لقيت كوتيبيس الضرب يا كبتن شوبير وانا من اول يوم قلت الكلام ده وقلت لو النائد العام جابني في اي وقت هقولي لنزيمة الضرب والضرب من الناس بعينهم عارفينهم والناس ديات كانوا من المفترض ان لقيت الكورة عشان يضربوا كوتيبيس وانا مستغني كاملنا بقوله والتحقيق هيضبط صحة كلامنا وبعدين هو مش التحقيق اضبط في السيفة ان احنا قلتنا في السيفة ان احنا قلت انا قلت لكابتن عبد المنصب دلوقتي استيس حمادة ان انا شفت دوسي قد كده عند اللواء عدل فائد في مكتبه اللواء عدل فائد هو بنفسه اللي قال محدش اوله ان تبتت وان الباحث الجنائية اضبط ان البيس تكسر من جوه البيس ما تكسرش من جوه يا كبتن شو بيرت اللي بيشدقه بعد المكالمة بتاعة السودان لان انا كنت مسئول الامن في السودان يعني انا كنت في التحاد الكورة فانا انتخب مصر ثاني المسئول الامن فانا اللي بحكي لك عن حصر في السودان ورغم ذلك كل اللي حصر في السودان ده يا كبتن شو بيرت نصب واحتياد مفيش مصري في السودان واتحدى والبنانات بتاعك على الهوى اتحدى مصر يجي يقول ان واحد جزائري مسكو ضربه شوه شخصيا لحد ما عواج اتحدى كل اللي حصر لنا يا كبتن شو بيرت كثروا ايزاز الاوتيبسات اللي كانت راحة المطار بعد المباراة بالضبط زي ما احنا عملنا معهم من الهرم لحد المطار الكهيرة في الجنهور بتاعهم ده اللي حصل بالضبط وانا مبسول عن كلامي وانا اللي كنت موجود وانا اللي شفت بعمية اللي حصل اما بقى في ما عادت اللي حصل في السودان هو الاعتداء على الشعر المطريين وبعدين مكالمة من نجل الريس الاستاذ علاء مبارك وانا في غني عندما اتكلم عن الموضوع دوت مش عادة اتكلم عن حاجة حاجة عادت لكن مكالمة الاستاذ علاء مبارك اللي كانت في التلفزيون ويطبع طفل قاعد ورا كاميرا يبكي ويقول انت اشفر غالبنا وان انت قلت دوت كلام اشفر غليل كل المصريين اني غليل يا كابتن يا طفل وورا كاميرا وبتتكلم على شعب اسم شعب الجزائر ويطبع بعدها نجمي عدامع في الاعلام المصري يقول ان ده بلد المليون لقيت انا قاتل في النهور الكلمة دية الكلمة دية يا كابتن شوبير انا اتمنى ان اللي قال الكلمة دية يراجع نفق تاني لو حد النهاردة قال على شهداء الثورة بس و 25 يناير انهم لقطاء انا عايز اعرف بس شعور اي واحد مرس فيها يسمع الكلمة دية احنا شتمنا الجزائر وقلنا ان هم بلد المليون لقيت وده خطأ فادح يتحاتب عليه الجزائر يا كابتن شوبير دموهم سال جاينا بالضبط في حرض اكتوبر الجزائر كابتن شوبير اعلنت الثورة من صوت العرب المطري كانت الاذاعة المصرية بتاعتها الجزائر كابتن شوبير لينا مصالح معاها مع ارادكم ومعندي فلاجيس سويرة ومصر للطيران وعندنا مصريين وانت تعلم تماما في باريس كم مصري متجود جزائرية وكان جزائرية متجودة مصري وعايشين في الجزائر ويجيشون مدين جزائر ومدين فرانسا الناس دي مؤكدت هاي حد بقى شاف بعد المكلمة اللي حصلت من نجد الضيب هل ممكن مصالح مصر الدر وهو قال اكتر من مرة بمثال ذكاة انا بتكلم عن ان انا مواطن مصري ما بتكلمش عن نجد الضيب طبعا الكلام ده كان كلام ما يشفيش غليل لكل المصريين وبعدها بدأت القنوات كلها تشتغل والنجم النامع 3 مليون مقيس انا اتمنى ان الموضوع دوت كله على بعض كده يحال النائب العام نحن نوجدين باعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر شعب الجزائر ضحى كتير اوي منها وزاي ما قال الكابتن مصري شوية ما اسأل المصريين اللي راجعين من اللي بيعامل معهم به انا يا كابتن شبير اثناء الثورة رفت الجزائر وبعد ما الثورة انتهت بيوم واحد وصرت الجزائر انفجر المدرك بتاع الجزائر قاعد حضرني اكثر من دقيقة وكانت الدموع كانوا بغول مبروك على الثورة بتاعتكم ولما دخلنا الاستاذ ثاني يوم كان مرش للسودان كان فيه خمس ست اعلام مصريين رحت ناحيتهم الخمسطاشر الف متفرج قالوا تحيا مرش ادي الناس ان احنا كنا بنهينهم قبلها كم شهر احنا اهلنا ناس كتير وتحولنا مع نفسنا كتير وما تزعلش لما حد يجتمك لما انتك كبير بتعمل كده ما كانش من المقترض ان اعلاميين مصريين يتكلموا كل موضوع ده وبين امتعى السزاجة عشان ابن الرئي تتكلم الكلام ده طبعا غير منصف على التطاق ومن اكتهمش الناس باسماء وبعدنا نعارف من الزكاء هيا الاخراض بعليك دي الوقت ايلك ما هم كمان شتمونا وهم شتمونا لكن عمرهم ما قالوا ان احنا لو قطاء ممكن يكونوا جابوا كابتن حسن شحاته على هيئة عروس بسيلي جورنال موجود هناك انا اتحدى يكونوا شتمونا في شهدائنا او في كرامتنا احنا شتمناهم فكرة مثل ولما نقول بلد المليون لقيت ناجد المقدم بحضار رسمي وشعب الشعب الجزائر دول اللي عددنا ودول البيئة حمادة قصة مليون لقيت هنا انا رديت رد قوي جدا وكنت واضح قلت لا مليون شهيد ومليون ونصف مليون شهيد وقلت ما هو دول الجزائر والثورة والتحرير وكل ده معروف لكن خلينا اقول برضو انه القصة الاولى ان انت قلتها على توبيس دي قصة على مسئوليتك انت الشخصية لازمت مصمم اتوبيس الضرب ده كابتن شبير واجهش اوامر بان محدش يتكمن في الموضوع ده ومحدش يقول ان اتوبيس الضرب وجمهور الضرب يا كابتن شبير انا بس عايز اقول لها معلش حمادة لا انا بس انا عايز اقول انه ده كلام انت بتتحمل مسئولته انا اتتحمل الجزائر انا بقولك على حاجة انا شفتاج اتوبيس الجزائر الضرب والراجل ان الناس كلها بتشتن فيه كانوا ممكن شكرا حمادة يا شادي اشكرك شكرا جزيلا يعني طرام الموضوع زي ما انت بتقول انه فيه ناس جات وشهدت وبلغت وراح للنائب خليه ياخد اطاره بس يعني هو الفكرة من الموضوع ده ايه الفكرة ان لازم اي شخص يبقى مسئول لازم اتطاعة